ما لم تعلمنا إياه كتب المدارس علمتنا كتب المدارس أن كولومبوس اكتشف أمريكا ولم تعلمنا أنه قتل الهنود الحمرى السكان الأصليين علمتنا كتب المدارس أن ماجلان مستكشف جغرافي وما علمتنا أنه هدم الجامعة في الفلبين ليبني كنيسة مكانه فقتله المسلمون الفلبينيون علمتنا كتب المدارس أن الدولة الأموية أول من ورثت الحكم وكانوا يتصارعون عليه ولم تعلمنا أن الأمويين نشروا الإسلام في معظم دول العالم حتى امتد الإسلام من الصين شرقا حتى الأندلس غربا علمتنا كتب المدارس أيضا أن الدولة العثمانية كانت ضعيفة وتلقب بالرجل المريض وأنها احتلال ولم تعلمنا أنها حافظت على الإسلام وقضت على أعتى إمبراطورية صليبية في العالم الإمبراطورية البيزنطية وحكمت الدولة العثمانية نصف أوروبا ونشرت الإسلام في أوروبا كما قضت على الخطر الصفوي في معركة جلديران ألف وخمسمائة وأربعة عشر ميلادية وأن الدولة العثمانية فتحت القسطنطينية عاصمة المسيحية الأورذذوكس ألف واربعمائة وثلاثا وخمسون ميلادية ودخلت ضمن الدولة الإسلامية علمتنا كتب المدارس أن الحملة الفرنسية كانت حملة حضارية لها نتائج عظيمة ولم تعلمنا أن الفرنسيين أول من أدخلوا الفكرة التغريبية المعادي للإسلام وأنشأوا مركزا للماسونية وأدخلوا الفواحش والزنا والعهر إلى مصر وأن الفرنسيين قتلوا في ثورتي القاهرة الأولى والثانية قرابة مليون مصري أو يزيد وأن نابليون أول من اقتحم الأزهر ودنسه بخيوله علمتنا كتب المدارس أن المماليك مجموعة من الخدم حكموا مصر وكان جل همهم الصراع على الحكم ولم تعلمنا أن المماليك هم من صدوا أكبر خطر على الإسلام وهم التتار وانتصروا عليهم في عين جالوت بقيادة السلطان المملكي سيف الدين قطس علمتنا كتب المدارس أيضا أن هارون الرشيد زير نساء ليس له هم إلا المتعة والجوار ولم تعلمنا أن الخليفة هارون الرشيد الخليفة الورع المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة وهو المجاهد الذي أنضى معظم حياته بين حج وغزو فكان يحج عاما ويغزو عاما وأنه أول خليفة عباسي قاد الغزو بنفسه وهزم الروم ووصل بجيشه إلى القسطنطينية وكان يصلي في اليوم مئة ركعة وكان يطوف بنفسه متنكرا في الأسواق ليعرف ما يقال فيها ويعتبر عصره العصر الإسلامي الذهبي وأخيرا تابعونا واشتركوا بالقناة لنستمر وتعلموا منا وقائع التاريخ بوجهه الحقيقي تابعونا وقائع التاريخ بوجهه الحقيقي تابعونا وقائع التاريخ بوجهه الحقيقي تابعونا وقائع التاريخ بوجهه الحقيقي